لم يعد غريباً أن ترى وأنت تسير في شوارع بغداد تلك الأعداد المتزايدة من الأطفال والنساء وكبار السن وهم يمتهنون التسول طالباً للفتاة من الناس أما إذا كنت في مطعم أو في مكان عمل أو حتى في منزلك فسيطرق عليك المتسولون بابك في أي وقت من ليل أو نهار ليست ظاهرة التسول خاصة بالعراق ولا هي وليدة اليوم لكنها في بغداد أخذت منحاً آخر حيث دخلت شخصيات متسلطة ومافيات تتربح من إدارة شبكات للمتسولين جملة من الأسباب ساهمت في زيادة الظاهرة منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى زيادة نسب الفقر إلى أكثر من 40% بحسب تقريض للبنك الدولي إضافة إلى أسباب أخرى كالبطالة ووفاة المعيل وانتشار العوق الجسدي بسبب الحروب والتفجيرات بينما تكتف السلطات بالقيام بحملات لإلقاء القبض على المتسولين بين الفينة والأخرى لكن سرعان ما يطلق صراحهم وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الحالية اللواء خالد لمحنة الذي أكد أن قلة دور إيواء المشردين والمتسولين في بغداد سبب آخر في زيادة الظاهرة وتقول مفوضية حقوق الإنسان إن ظاهرة التسول بدأت تزداد بشكل مخيف خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يتسبب في تشويه صورة البلد الاجتماعية أمام العالم بينما تؤكد العديد من المراكز البحثية أن التسول تحول إلى مهنة تجارية تقف خلفها أحزاب ومافيات للكسب غير المشروع مشيرين إلى وجود علاقة مباشرة بين التسول والتجار بالبشر حيث تقوم الشبكات والعصابات التي تقف خلف المتسولين بابتزازهم وتهديدهم فقر وبطالة وأزمات متلاحقة أدت إلى اتساع الطبقة الفقيرة وانسحاقها وفتحت المجال أمام شبكات الاحتيال والنصب لتزيد من ثرائها عبر استغلال الفئات الأكثر تضرراً واستغياب المعالجات الحكومية للأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تقف وراء ظاهرة التسول ومعاقبة للمتاجرين بها